موسيقى هنشوف دوري مختلف بداية النهاردة بداية لا بأس بها من خلال طبعا مباريات النهاردة فوز سراميكا وتعادل البنك الاهلي وفاركو وفوز ايضا نادي الاتحاد سكنداري شيء جميل فكرة الفوز بالنسبة ليه الاندية وشيء طبعا بيبقى صعب على الاندية اللي ممكن بتخسر او بتخسر نقاط لكن في الاخر هي هو ده دوري الممتاز مشوار طويل 34 لقاء ان شاء الله كده نشوف على اخر لقاء او اخر اسبوع يتحدد بطل الدوري مش عايزين من بادري زي كده ما بنشوف المنافسة القوية في الدوريات الاوروبية عشان كده نقدر نهاردة نتكلم في اولى الايام بالنسبة لي الدوري الممتاز وبكرة ان شاء الله عندنا مباراة مباراة مهمة في الدوري الممتاز ان شاء الله كده يبقى يوم حل وغدا بأمر ده في كرة القدم المصرية كابتن مصر النهاردة اللي بيشرفوني في الستوديو نتكلم على كل المباراة النهاردة وبكرة بأمر اللي كابتن مصر وكابتن نادي الاهلي كابتن جمال جودة نجمينا وهداف يعني هداف كبير جدا في كرة القدم المصرية يشرفنا وبينوارنا النهاردة اول مرة يبقى معايا النهاردة والكابتن شفي خشاب برضو واحد من اللاعبين الافزاز في كرة القدم ونجمي من نجوم نادي المحلة برضو ويشرفني وبينوارنا النهاردة نتكلم في كل التفاصيل خاصة بكرة القدم النهاردة المصرية والموسم الجديد كابتن جمال تحاتي الكابتف. اهلا بيك. منورنا كابتن. يعني دايما عايزينك تبقى موجود. دايما باستمرار كده كابتن. شرفني طبعا نكون موجود معك. منورنا كابتن. كابتن شريف منورنا كابتن. نورك يا حبيبي. سعيد ان انا معك ومع كابتن جمال طبعا. لهو وحشة كبيرة. بطلة كبيرة جدا. ما شوفناهوش ان انا دايما ينور ويعطأ لك كده فسطنا. كابتن جمال كان مميز بايه بقى بدماغه ولا برجله شمره. لا شويت. شويت ج يميده. في كل حاجة. بس هو كان يعني بسم الله ما شاء الله عليه. يعني كان هدافه شويت يعني. طبعا ما اتفرجت. طبعا تمانية كابتن خدت هداف الدوري. واحد وتمانية. اه. اه. ان شاء الله. كرمت بربطة قندية. اه الحمد لله. اه. ده كان برضو انا شايف ربطة قندية عملت حاجة جميلة في. يعني اه حاجة جديدة. والمفروض ان دي تبقى سنة كل سنة. يعني ما تبقاش يعني. يعني يعني كابتن جمال بيقولك واحد تمانين. يعني قعد اربعين سنة عشان يتكر اه. اه. اه متأخرة بس المهم ان هي جات فيها يعني. ما هو كاتل معي يعني برضو خلي بالك. الدنيا بتتطور والتفكير برا الصندوق لما ييجي برضو ده حلو. يعني. مزبوط. اه. 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 انا شايف ربطة قندية بتعمل حاجة. هي حاجة تعصى بربطة قندية لان هي لسه بقى لها سنة. اه. انما يعني اللي قبل كده بقى كان المفروض يكونوا. حقيقة بتسبب سعادة جميلة جدا. ببساطة. اه. اه طبعا. اه. اصلي انت عارف يعني. احنا. ده انا الشيخ برضو كان اخذ هدف ده وكان متواجد. بالضبط انا ادده نصيحة على فكرة يعني اسأله عليها يعني. لكن انا مسلا شفت ان المهندس عادل القاعي. فقالي اربعين سنة مش خطوش. يعني مساعة ما سيبت النادي الاهلي مش خطوش بجد والله. يعني حتى لما كنت بروح النادي الاهلي ما كنتش بلاقيه. عشان اشوف. فيه ناس يعني حبايبك كتير كنت شاهدهم. اه لا لا ده يعني رجعت اربعين سنة حقيقي. وبعدين الهدف الدوري لقب مش سهل على فكرة. طبعا. لقب ممتعة. تحس ان انت عملت انجاز. انت نادي المصري طول عمره ما كانش بياخد بطولة. يعني كنا بنحاول ونوصل لنهاي كاس وكده. فالانجاز على مستوى النادي ما كانش موجود. فانت بتحقق على قد ما تقدر انجاز شخصي لي. ويتبقى حلو جميل يعني. صحيح. ولما تلاقي بقى المصر كلها ممثلة طبعا في اتحاد الكرة المصري. وربطة الكرة والاندية المحترفة. دي برضو بتبقى لها وضع. صحيح. وعمتا التغير كابتا في الادارات. يعني الشكل الاداري للكرة دي. والادارة دي. اختلف. وبالتالي. الجديد والجديد بيحصل. افطار بدأت تتغير. احنا خلاص احنا نتفرج على الدورات الاوروبية. دوري انجليزي. والدوري. الدورات الاوروبية الخامسة الكبرى. بيعملوا وبينحاول. ده احنا لا يعني انت لو اخدت من كل دوري كده. حاجة حلوة بيعملوه. بس. حتة حتة بس يعني 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 بعد كده ان شاء الله لما يبقى في اه تكريم الهداف الهداف الدوري يبقى في اه مقابل شوية. فلوس. طب والله ما هي لازم كده. هي المفروض يعني درع معا شي. لازم. يعني يعني عارف تبقى ليها برضو اه. حلوة. طبعا. طبعا. يعني هي الموضوع برضو شك الراية ده مهمة جدا. يعني انت في الاول تقول المسلا اللي هياخد البطولة اه ليه مبلغ كذا. زي ما حصل في في الكاس العالم مسلا انت حتى في التصفيات لما بتوصل بيعملك مبلغ. صح. بس احنا بنتكلم على الوقت الحالي لو في دوري السنة دي اخد هدف دور بياخد فلوس. لكن احنا بنتكلم من 48. لو حسب هدف الدوري. انا اخد دوري. اخد فلوس دلوقتي. اهزم الزني. زني. لا مش كده طيب. اللي بياخد الدوري نفسه بياخد ايه? بالزب. اللي بياخد. دي كنت اقدم. يعني المصاريف اللي بتصرف على من الاندية للدوري عشان يبقوا مجريف الدوري. اقل كتير جدا من اللي بياخدوه ممكن من شركة راية او من شركتها. فلا يعني برضو في نظرة. بوسكت طول ما الدوري المصري قوي. والمستوى الفني قوي. هتلاقي التصويقه. وقمته السوقية هتعلى. وبالتالي عملية تقسيم بقى للفلوس تروح للاندية. ازاي دي بقى مهمة ربطة الاندية والاندية كلها. ما بدها ما عملوا الربطة. انهم دليل. يقسموها في شكل بقى. بكتن على ايام نحنا. او انا كنت في النادي الاهلي. كان الرأي كان تقريبا انا فاكر كان بيدفع ربعمائة الف جنيه. دلوقتي مليار وشوي. اه. فطبعا ايه. اه. ده نتيجة ايه. ان الاهلي فيه بطولات وفيه انجازات. مزبوط. فده برضو بيعلي. مزبوط. هي الربطة عندها شغل كتير. وعندها دور كبير جدا. فيه تطوير كرة القدم. وتعديل من مستوى الاندية. ورفع مستوى الاندية. وتحديث نظام. وازاي تخلي الاندية يبقى فيه سبونسر مسؤول عن الاندية. عن كل نادي. وكل نادي يدورها عن نفسه. عشان يدوروا الجاره. ويبقى فيه تكافئ فرص بالاندية. قبل بقى ما اتكلم على الماتشات النهاردة والدوري ورأيكو فيه بدايت وكابتن. وباتشات بكرة طبعا نتكلم فيها. رأيكو في البالندور. وحصول بنزيمة على الجايزة كابتن. وصلاح يبقى في المركز الخامس. كابتن جمال تفضل. ما عارفش عن عندي احساس داخلي ان صلاح مزلوم على الطور. في الموضوع ده تحديدا يعني. يعني وخاصة السنة اللي فاتت. تمام. يعني السنة اللي فاتت كان صلاح المفروض ياخد افضل لعبة في العالم. حقيقي يعني. مش عشان هو مصري او. لكن لا على الاداء وفي خلال المباريات. وتحقيق البعض الفوز في الموضوعات كتيرة. بالنسبة ليفربول وكده. والتصفيات كالسل العالم في مصر كمان. وهداف الدوري. فده دي انجازات كانت مفروض يبقى هو رقم واحد. فانا احساسي احساسي ان فيه ظلم واقع على صلاح حقيقي يعني. يعني حتى كمان مش التاني. لا ده اواخد الخامس. الخامس. فده صعب. اعمالية التصويت اختلفت عن السنة. كان شركات الرعية والاعلانات هي اللي كان بتتحكم سنة دي كان بعض الامور خاصة ودخل فيها بقى صحفيين بالافضل رانكينج بالنسبة ليه الدول في العالم في كرة القدم. حاجات كتيرة ممكن تكون هي دي برضو اسباب مختلفة. اكيد او بص اكيد هتلاقي برضو الحتة تحت الان انت مصري او انت عربي. عربي دي ليها عندهم. انا عارف كتنية بتتاخد. اما بيقعدوا بمعادات السامية. هو قال لك انا بنزينة اخد الجايزة عشان دي تمعموله في فرنسا. يعني فيه كلام كده. ممكن. بس هو صراحة يستحقك. هو بنزينة يستحقك طبعا ده بنزينة يعني. يعني واضح انه فرق او خصوصا الموسم الفات. بس انا عايز اقول حاجة مهمة جدا. بايدة عن الاختيارات. لازم نعرف ان الصراحة برضو مظلوم في حاجة مهمة جدا. وهي ان المنتخب بتاعه ما بيتأهلش الكاس العالم. صحيح. ودي بتأثر طبعا في التصويت. ولا اخذ بطولة الامم. وبالتالي دي بتأثر عكس مثلا واحد زي ساديو مانيه لما فرقته تاخد كاس الامم. ده اقل واجب. دي حاجة. وفرقته بتروح كاس العالم برضو موضوع تاني. الحاجة التانية. رحيل ساديو من ليفربور بقى الحمل اكبر على صلاح الواحدة. لما كانوا الاتنين بيلعبوا في تيم واحد. فدي بتسبب قوة ضربة ليفربور. وبالتالي اي خط دفاع بيلعب قدامهم بيبقى عندهم مشكلتين بيلعبوا قدامهم. دلوقتي اي فرقة بتلعب ليفربور عندهم مشكلة واحدة. وهي ازاي يلعب على صلاحه وبس. وبيوقف صلاح خلاص الفرقة. فبقى الحمل زيادة على صراح. عكس لما كان بيلعب جنبه ساديو منين الناس كانوا بتقولك حتى كانوا فاهمين غلط. تقولك ده لا ده مش مانين بيدلوش. لا ده بيدلوش. لا ده بالعكس. موضوع مش كده صراح. الموضوع مش كده خاصه بالعكس. ده ده فرصة لإظهار صراح بشكل خلاص. بس خلالنا تفوق يعني برضو على مبابيت. تفوق على هالند في التصويت. اه طبعا طبعا. بس هو السحق اكتر من كده يا كابتن. السنة اللي فاتت. يعني لو احنا اتكلمنا على السنة اللي فاتت. وكان ساديو منين كان بيلعب برضو. وبرضو ما اه صلاح ما اخدش. ماشي بس كان مرشح بقوة جدا انه يكون هو. واحنا كنا بنطالب ده كان فيه ضغط. بعدين انت دايما بتتقيم. خوي على الموضوع ده. بأداءه هو. مش بأداء. صراحة بعد الهدف اللي جابه في منشيس السيتي. كما فوض هم غيروا رأيوهم في اليوم اللي فاضل. مش الهدف مش الجن اللي جابه. لا يا كابتن استراب. باله وضعران بالكرة ازاي. سرعة والتحرك. لا لا لا. بس ده برضو شغل مدرب يا كابتن. يعني هم مش اول مرة. اتعملت كذا مرة. انا حفيدي على فكرة بعمل مع الكرة دي كنت لها. والله. حقيقي اللي نوبيل عبر رأس حربة. والله اكبر. والله معظم الكرة دي فعلا والله كنت لسه مرران عليها. كرة سرعة القوة دولتك. ماذا؟ سرعة القوة. اختلفت تماما عني. المهارة هتتنمى هاي. لا ما لو اتواجدت المهارة والموهبة. سهل ان انت تضيف لها القوة والسرعة والتاكتك اللي انت عايزه معه مع الموعد. وبالتالي تاخد افضل ما يكون من الاهد. بس الاول يكون فيه الموهبة. طبعا الموهبة رقم واحدة. طيب بخصوص الموهبة بقى ونروح للموهبة الخاصة لمصر كت. نهاردة اولى مباراتنا في الدولة ممتازة الموسم ده ان شاء الله. وان شاء الله يكمل على خير وتبقى يعني موسم قوي. هاخدكم مباراة الاولى مباراة الاتحاد معهش حتك تبعتها كابتن جميعا. اه تبعتها. مباراة الاتحاد واسوان. اولى مباراة اصوان بقى في الدولة الممتاز وعلى ارضه. لكن يعني ادر الاتحاد ان هو يفوز خارج ارضه كابتن بهدف. فكرة الانداز الشعبية ان اما بتلاعب بعض واي ان كان بقى من بيكسب بتبقى فرحة الجماهير وحزن الجماهير اخرين. رأيك في المباراة النهاردة وعليك الاسحق لتحدي الفوزة كابتن. اه في رأي الشخصي اه استحق لان هو اللي ادى وهو كان اكتر استحواز. اه انا كان كابتن ربيع سين. اه كان عندي احساس ان هو نزل حريص اوي. اه زياد يعني ممكن ابقى حريص اه بس ابقى يعني بدليل يعني القصة ديت بنيتلي اوي بعد ما الجن دخل فيه. بدأت فرقة تتحرك بدأت تهاجم بدأت تبقى اكثر خطورة. طب انت الكلام دوت انت على ملعبك. هتبدأ تلعب امتى تهاجم وعايز تحق التلات نوع. انت بتلعب من اول المباراة كابتن ربيع بيلعب نص الملعب. منطقة دفاعية. اللي كان ساكن انت كان دايما بيعملها لما كان بيلعب مع الزمالك تحديدا يعني. ان هو بيبقى مش عايز يخسر. بيبقى عايز يبقى تعادل يطلع تعادل يعني. فالكابتن ربيع التزم بالموضوع ده. ودي اثرت على اداء الفريق. وقدت الاستحواز اكتر لنادي الاتحاد. لما الجون جيب في. خطف بالاتحاد. يعني سيب تبقى فرصة ويخطف بقى وانت بقى تعاف. اموت هو اللي جابه الجون طبعا. قصة اموت ده كان لعيب في النادي المصري. صحيح. وانا كنت حزين ان هو كان ميشي من النادي المصري. ومتوقع ان هو يبقى هدف الدولة على الفكرة. لانه لعب دبابة ولعب مميز جدا. ولعب في مميزات الفروض اللي انت محترف. النهاردة عندنا ثلاث افارخة كابتن المحترفين. احرزوا ثلاث مهدف في مباراة فراغهم. اه فانا يعني. بس رموتو ابوكا وايضا بنتكلم على مين تانية انا برد تلت مينة. ابوكا ارسن بس رموتو ابوكا. اه اهم الاتنين. اه اهم الاتنين. اه اهم الاتنين. اه. فيعني الاتحاد انا بهنيه. وفي نقطة تانية مهمة او انا كنت عايز بس اقولها كابتن محمد عمر. تعرف ان هو انقذ الاتحاد السنة اللي في فت. وامل موقف حقيقي. حقيقي يعني انا بحقي عليه. الراجل ده فعلا بيحب النادي جدا. اه لما جي النادي. اه الاتحاد الحج مصلحي بي اه. عايز يجي مدرب. قاعد معاه. وهم اللي اختاروا او هو كان السبب في ان اختيار المدرب. انا عارف او عارف قصة ان هو اللي كان واحد من الناس اللي رشح. هو اللي رشحه من خلال السيفي بتاعه. ودي يعني انا انا بشيت بيها بصراحة. اه كابتن عمر ابن مابنان الاتحاد. اه رجل يعني رجل محترم. لا ما في واحد ممكن يقول لك انا خلاص. انا مليش دعو بقى. انا مليش دعو بقى وتصرفوا انتم. لا العلاقة. اصلا العلاقة ممتدة. دي او الزبط. فدي انا بحقي عليه. طيب تشوف برضو ااخد رأيك في مبارات النهاردة. وزي ما قال كابتن جمال كده. انت بتلعب على ارضك. وضرة الحرارة ممكن كمان بتساعدك لانك متعود عليها. كابتن ربيع من النهاردة. ليه ما اشتغلش من البداية ضغط على نادي الاتحاد. واستغل فرصة ان انت متعود على الحرارة دي. وبرضو اول ماتش. عايز تباين للناس قدرة فريق اسوأ. خلينا نعترف ان لعيبة او تشكيل الاتحاد سكندري بالمقاومات اللعبة اللي عنده طبعا اتقل بكتير من لعبة مصر. نهيك عن كده ان لعبة اسوان لسه متجمعين مع بعض. نازلين من الدرجة. طالعين من الدرجة الاولى. وبالتالي لسه التجانس ما بنشي. في اضافات زي مالك اوفونا اللعيب كواس جدا. كنا عارفينه مفيش مشكلة. في محمد حمدي زاكي لعيب كواس جدا. في احمد بالحاج دوت جاي من سرقصة الازباني برضو لعيب. يعني مهاري شوية. في بعض اللعبة كثيرين بس يدونهم محتاجين وقت طويل شوية. خد بالك عشان يحصل التجانس وعشان مدرب كابتر ربيع يقدر يحفظهم شغل معاية. بقالهم شهرين يا كابتر مع بعض. بقالهم شهرين. لا انا لعبتهم من شهر فرقة تانية غير دي خالص كلها اختبارات. انا كنت معاهم في الاكاديمية البحرية وشوفتهم. كنت ماسكي للمجلس جندري ولعبتهم ماتش ودي. واتعدلتهم معاهم واحد واحد. وكانوا فرقة نصهم غير دول. وبالتالي فيه لعيبة يعني ما كانش موجود بها محمد حمد زاك والمالك اوفونا. لعبة دي كلها كانت لسه موجود. وبالتالي محتاجين وقت كبير. انت عشان تعمل اعداد عايزك على الاقل 8 اسابيع. وال8 اسابيع دول تعمل فيهم على الاقل 6-7 ماتشاط. 6-7 ماتشاط عشان تخلع التجانس. اكبر فرقة في المجموعة دي من اللي طالعين. عملوا 3-4 ماتشاط في الديين. في الفترة من نهاية الدوري من 30-8 لحد النهاردة. بنتكلم في شهر ونص. شهر ونص 6 اسابيع. لعب فيهم بالكتير او ماتشين 3. ده ده اللي اصلا عنده كيان واضح زي الاندية الموجودة. انا بتكلم عن اصوان بقى. صفقات جديدة بقى. محتاجين وقت كبير جدا. طيب. صير المباراة بقى. اللي اتحجب صفقات كويسة جدا. انما طايم الاولاني سجال. في عشوائية في الاداء هنا او هنا. ما تتمتعش مجورة. بداية الموسم يعني. اه بداية الموسم. واضح ان هنا لسه مش حافزين قوي. وهنا مش حافزين. الشوت التاني بدأ المدرب الكرواتي يعمل شغل. وبدأ يغير من الادوة من نزل موبولولو. وبدأ يلعب اثنين سنتر فروز. يعني معنى كالتغييرات اللي بعملها. انا طمعان في التلات نقاط. في الوقت اللي اصوان بدأ يسيطر شوائع على الجيم. وقبل ما ييجي فيه جون بخمس زيه. انفراد تام لماليك ايفونة وضيحها. وكان ممكن تكون الهدف الاول في دقيقة 80 لأصوان. تترد الكرة وتتلعب العرض من عند صبري رحيل. ليه اه اثن اموته. ويحطها بدمها. طبط في الايم وتخش يقول الاولاني ليه الاتحاد. اه اه في شغلة حصل. اه في شغلة حصل المدرب بتاع الاتحاد. زران عمل كذا تغيير من جو الملعب ومن خارج الملعب. ولما جابوا الجون كمان امقال البتاعه مقافل نص الملعب خالص. ده يعني واضح ان المدرب بيحاول يشتغل على فرقته بشكل كويس. وبيعرف يغير من التاكتك بشكل كويس. فتكتكيا اه الاتحاد كسب تكتكيا. انا قلت حاجة معرفش كبت ان هي صح والله غلط. بس انا موجيت نظر انها صحية. انه هنا عندنا في الدور المصري. ممكن تبقى البداية زي ما انتم بتشوف بتشوف فرق عالية. او كانت عالية. وبعد كده بتليها بوضع مختلف. بعد 3-4 مرشوات. اه ممكن تلم مثلا 10-15 نقطة. بعدها تلاقي انهيار غريب. ليه الدور المصري مفهوز ثبات للمستوى للعيبة؟ وممكن كمان للاجهزة الفنية او للمدير الفني ممكن كمان. هو كمان عندوش ثبات فني في المستوى بالنسبة لدارته المباريات. ده موجود او لا غلطانة كبيرة؟ لا موجود بشكل كبير جدا. بس اسبابه معروفة. اسباب معروفة ايه يا كابتن. انت لو تجي تبني ومرة لازم ترمي الاساس صح. منفع شرم اساس لثلاث دوار ومعامل اربعة دوار او خمس دوار. لو مرة هتشرخ. فانت لو تعمل اعداد ده هو اللي بيديك النفس الطويل في الدور. انت بتبني على اللي عملته. عملت اعداد صح. اختيارت اللعيبة صح. عملت التركيبة صح. واشتغلت صح. نفسك هيبقى. اكتر الفرقة ممكن تشايفها كده كابتن عندها النفس ده. يعني مستقر. انا شاف اللي عنده استقرار كبير جدا. نادي الزمالك. النادي الاهلي عنده استقرار. دول اللي عندك كبير. هم دول اللي بنفسه على البطول. بيراميز. البنك الاهلي. اه. فيوتشار. اللهم صلى على نبي. الاتحاد فرقة جاية. بس دلوقتي لسه. بس فرقة جاية. لان معهم فرقة كويسة جدا. بقولك. لعيبة لعبة كويسة. لعبة كويسة جدا. حافظوا عليها كده. يعني ممشوش مروان. سعيدي سمبري. ومموته. وعنده مبلوله. وعنده لأي. شامس صلاح برضه ممشوش. مروان عطيه حافظ عليه. بأخذ بالك. انت لما تحافظ على لعيبة عندك. انا بعتبرها دي صفقة. طبعا. يعني لما يكون عندي محمد فاروق. لعيب هدف عندي. وبعدين اجي. انها عقد انتهى. وانا انجح ان انا خليه جدد يقعد. انا عملت صفقة. طبعا. وبالتالي. لما تكون جايله عنديها كبيرة زي. انت لما تقعد. وانا عطيه فتحاد حافظ عليها. بعتبرها صفقة كويسة. ولما تضيف عليه بقى. لعيبة موجودة تانية. دخل على الاستن. وموته عمل فرق كبير كده. لما تحاول فريم حسن من اعرى. لانه يبقى معاك على طول بردو. دي صفقة كويسة. الاتحاد بقى عنده تركيم. اه. عنده المهد سليمان. فيه طموح يا كابتن هي بردو. تفضل. فيه طموحات هي اللي بتفرق كمان. لما تخش بقى في الدوري. تبدأ طموحات. تبين. فيه مدربين بيقولك انا مجرد ان انا. مثلا ابقى في المنطقة الدافئة. اه. اول ما بيحقق. بس ادارات برضو بتفكر معاف كده. مش هو الوحد. بس انا برضو بتكلم على الاساس ان المدرب برضو لي. العنصر الاهم في المنظومة دي كلها. ازاي يحفز اللعيبة. او ازاي يكون عندها طموح. في ان هي تحقق لنسبة اعلى. من اللي هي مثلا الحقيقة. فيه مدربين يجي يقولك انا مجرد ان انا اقعد في الدور بس. البقاء في الدوري عندي هو هدفي. اول ما يحس ان هو بدأ مثلا نحاق. حلاص رايح. يبدأ يرايح. فيه. فانت لو متقسمة. متقسمة الاهلي والزمالك. ومسلا معهم بيرمت. دولة عايزين النافسة على بطولة الدولة. بعد كده الاربعة في المركز او المربع الزهبي. اللي هو مثلا المصري الاسماعيلي. على الرغم من السنة اللي فاتت كانوا برا. فيه فيوتشار. فيوتشار وفاركو. يعني فيه. في بعض حسب المدرب انت بتدي ايه. ما هو كابتن المفروض. وبتحفز اللعيبة في ايه. المفروض بعد اذن. المفروض ان انا كمدرب لما بروح قاعد. عشان اتعاقد مع نادي. اول سؤال انا بسأله ايه طموح النادي. التارجد بتاع النادي ايه. على وضوك الكلام دوت انا بقول همض العقدة او مش همضي. وهو بيقول لي انا جايبك عشان عايزك جذب. عايزك تاخد دوري. عايزك تكون في الدوري. عايزك ما تنزلش. فالهدف ده بتحدد في الاول. انت عارف خلينا وقعيين. هو المدرب هنا مش هيقول. لا ازاي ده لازم يا كابتن. المدرب اهم حاجة دلوقتي حاليا بيقول لك انت هت المرتب بتاعي كامي. لا يا كابتن ده مدرب اللي عايزة اعجبها. لا اقلق. عايزة اقول عايزة. بس خلينا يبقى متفقين. هو بيبقى برضو عارف النادي اصلا. ومتابع النادي. وعارف النادي مش شغل عليه. مثلا. لا لو الزمالك بعيد خالص. الدليل يا كابتن بتاعه. مثلا دنهاردة مع النادي المصري. تمام. النادي المصري طموحه عالي اوي. ان انت اكتر 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 نادي جاي بصفقات. وصفقات كويسة جدا. بالصفقات عادية. مروان حمدي ودعموم. فيه لعيبة كثيرة. فيه مجموعة. سان السيد. عندك ابن اتوجة. ومروان حمدي انت قلت. ودعموم واحمد الشيخ. فيه مجموعة كبيرة. ففيه اللعيبة اللعيبة دي كلها كويس جدا. مجموعة اللعيبة دي كلها. فانت عندك لازم اللعيبة دي تديها الطموح بتاعها عشان تبدأ. زي ما كنا في النادي الاهلي مثلا. بيدي لك لا انت لازم تكسب الدولي. لازم انت تتعادل حتى. مفيش تعادل حتى. مفيش تعادل. سواء على ملعبك اونا ملعبك اونا ملعبك. انت شايف احنا روح نتحولنا. يعني انا كده 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 هتحول على مباراة المصري السراميكا يا كابتر. الهزيمة التقيلة دي موجة نظرك سببها ايه؟ في اول ماتش خصوصا كابتن هاب جلال من اغلى المدربين اللى في الدور المصري معاك ادارة تتجيب لك كل حاجة. وطبعا بتحاول توفر كل التفاصيل او كل تفاصيلة صغيرة جواه الفريق. ومعاك لها صفقات طبعا. ايه ايه السبب من وجهة نظرك كابتن جمال وانت واحد من ابناء برضو النادي المصري. بص انا لو جيت للواقع. المفروض ان كابتن يعني فريق النادي المصري. بالادارة اللى موجودة باللعابة اللى موجودة بالجهاز الفني. النهاردة ما يتغلبش ابدا. لكن الوضع اللى انا شايفه مش لقيله مبرر. بجد يعني مبرر امسكه في ايدي كده افكر. هو طبعا اداء سيء جدا. خطوط متبعدة. حتى اللياقة البدنية. حتى فيه اخطاء جوا الملعب كابتن اهاب ما حاولش يصلح. يعني من ضمنها مثلا حسين السيء. مع احترام لي شكله في اداءه في المباراة. كهجوم كان يعني على مستوى افضل واحد في اللعيبة النادي المصري. لكن كان هو مشكلة بالنسبة للنادي المصري. في الدفاع انا ذكت. نعم. مشكلة في الدفاع بتقول. بالضبط. يعني كان بيطلع على طول مهاجم. وسايب الناحية بتاعته او المكان بتاعه خالي مفيش في او استغلوه نادي السراميكا. وده اللي الذكاء بتاع الكابتن احمد سامي. عندك ثلاث اربع لعيبة مهاجمين على مستوى عالي قوي في سراميكا. وانت سايب الرجل اللي بكت الشمال معدي وسايب مكانه تماما. دي مشكلة كبيرة جدا انا بحس ان هي زائد التمركز. انا اول مرة اشوف مثلا لعيبة من بعض تحديدا ابو سليمة. يعني لما ياسر ريان خدك احمد ياسر خد الكرة وبيعدي. ميدي لي دهره. يعني انا ما شفتش مثلا. في كرة ما لعيب كرة يدي دهر دي. في الثمنتاشر ما اخد بالك. فيه اخطاء دفاعية غير طبعية في الخط الدفاع. وطبعا برضو انا اساسها السبب الرئيسي ان حسين السيد كان على طول طالع. ما بيغطيش مكانه حد كمان. يعني المكان ده حتى اهاب جلال ما فكرش ان هو مثلا يدفع بحد يغطي المكان ده. طبعا المهاجمين انا مش شايف مستوى فين مروان حمدي. فين هداف الدور السنة اللي فاتت. او يعني المنافس على هداف الدور. المستوى العيبة كلها هابط يعني. فبداية الموسم كده؟ لا بص مش للدرجات دي. ولا لسه اصلا ما ابتدوش. يعني هل ده ممكن عشان بداية الموسم؟ ممكن نشوف شكل الموسم؟ طب يديني خمسين في المية من المستوى. نفروض انا عايز اقول لها حاجة ما جاءت. احنا نعيب الكورة كلها. يعني انا فكرة بداية الموسم هو انك عطشان كورة. بالضبط. وعايز تعمل حاجة. طب. ده ما شوف نوش فعلا. لا بقولك ما فيش خمسين في المية من المستوى كله. حتى الجلاص اللي هو كان. تبتك الموضوع اختلفة كانت المقشرة الجاية؟ اتمنى طبعا. لان انا انا يعني المستوى الكامل ومجلس الادارة. عملوا اللي عليهم. المفروض اللعيبة بقى تبدأ تعمل اللي عليها وبيهاز الفني. صحيح. انت انت فوسط انت متعرفش دلوقتي بورسعيد عامل ايه؟ يعني عارف كل جماهير بورسعيد حزينة حزن غير طبيعي. صحيح. لان كان سقف طموحاته كان عالي جدا. ان ممكن هينفسه وكاع. لكن انا برضو بطمنهم ان شاء الله يبقى المستوى فيما بعد احسن. طيب كابتن كابتشيف يعني عكس السؤال بقى لكابتن جمال. ايه اسباب فوس بقى السيراميكا نفسه؟ لا. وا احمد سامي النهاردة. ممكن احمد سامي المدير الفني اللي يعني. يختار لعبته بشكل كويس. افكرك بس انه هو لما كان في سموحه عمل تركيبة كويسة. عمل بنتاج كويسة. لما ساب سموحه وراح سيراميكا في اخر الموسم. لما مسك مش لعبته ومش هو اللي عمله في النتاج كانت وحشة جدا. مش على المستوى المطلوب للسيراميكا. عمل ايه هو كويس؟ جاب لعبته اللي هو عرفهم وعمل اضافة كويسة لسيراميكا. زيد عليهم انه جاب احمد ياسر ريان. جاب ابوكا. دول قوة ضربة. كل واحد فيه من هرده جايب جون. واخد بالك فالتركيبة بتاع سيراميك هتحس ان فيها التجانس اعلى بكتير جدا من المصري. ممكن المصري. اعرام المسافة هي او المدة هي هي. لا بس المدة هنا في استقرار جهاز فني ولعيبة مع بعض. واضافات انا اللي جايبها وعرفها. وكانوا بالحافظين وبيشتغلوا معايا في سموحه. وهنا جايب لعيبك دات ولسه هو بادئ معهم الموسم مش معهم من السنة اللي فاتي. فهنا في استقرار فني مع استقطار يعني اسكوات كويس. وهنا في اسكوات كويس بس لسه محصلش التجانس. خد بالك يعني كان فيه بعض الاوات الاستحواز للمصري بس لتحت. مش لفوق. يعني لما تشوف النسبة تشوف النسبة تخضع. ان الكابتن سامي كان سايا بالاستحواز ده على فكرة. يعني يعني مش. ما اصبحاء الهدف. اه اصلا ما يفريش معا انك تعطي نقل الكرة التحت. مزبط جدا. انما الشغل الايجابي عطاها تخشبات ما شوفناهوش للمصري. خالص. انما شوفنا شغل ايجابي جدا. باستثناء بس الكروسات اللي كان بيعملها حسين الساي. يعني كان فيه شغل من عنده بيعمل كروسات بشكل كويس. ودي مؤثرها بشكل كبير جدا انه هو نسل نحي الدفعية. بالضبط. واخد بالك يعني بيشتغل من عطا شمال شغال شغال شغال. دور مضارف هنا ايه بقى كابتن؟ لازم اشغل واحد من الفلوس الملعب. لازم اقول لازم ايزي ايمكا لما يزيد حسين وكرة قطعت مال في ظهره. ويبقى فيه ترحيل عارف ازاي يعني بيتخش ايزي ايمكا لتحته وينزل تصل لجوه. وبعدين نعدل تاني. فالعملية كلها مش ان انا بشغل الجزء الهجومي وانسى نفسه كله كرة قطعت بتاعمها الخطورة كبيرة. انا انت شفت معلول يا كبير. المدير فني كبير. اه في نقطة كمان عاز اقولها. ضربات السبتة استغلها احنا بشكل كويس جدا. يعني بقول الاولان جاي من ايه كورنان ومتنفس بطريقة معينة. لا بس اناولي حاجة. ده خطأ ده مركز بالنسبة للعبين في الدفاع في منطق. نمر واحد في الخطأ. في الكرات اللي هي السبت. لان ما فيش واحد قدام ميدو جابر. عشان لو كرة تترفع بالشكل ده. واحد قدام واحد وراء. لا هو كان فيه. بس انا كمدرد قلت الميدو جاء. ايه في ظهره. لا يكتن. انا كلمش على دي. انا بتكلم المدافع واقف. بس انا كمدرد محفظ ميدو جابر ان اقطع قبل البكت لما كرة تتلعب. مش قبل ما كرة تتلعب. عشان ما تمسكش. يعني. يعني انا باجي من الخلف للامام وهم لامس الكرة. فالله حصل ايه انا بقول للمدافع لازم تروح قبل المهاجم. صحيح. وانا بقول للمهاجم بتاعي. لازم تروح قبل المدار. هو اللي حصل ان المهاجم رح ابل المهاجم. هو اللي سبق. فهي ده. بس الخلاصة ان دي جملة بتتعمل. بعد كل التفاصيل اللي انا شفناها في المباراة المصري. هل كان فيه تدخل مكتن. هابجي لها عشان يحسن الوضع في المباراة. هو. يعني هو المشكلة ان الجن اضغطى بسرعة. فبقت العملية صعبة. الاندفاع الزايد عن اللزوم قدى للجن الثالث. ما هو انا المشكلة. زي ما انا بقول لازم يكون عندي توازن في النحط الهجومية والدفاع مع بعض. وبعضنا ان انا لما اهاجم لازم يكون عندي سرعة في الارتداد من الهجوم للدفاع. ولما دافع يبقى عندي سرعة في الطلوع من الدفاع للهجوم. يعني لازم ارتد من ديل دي ومن ديل دي بسرعة. اللي حصل في المصر انه ندفع قوي عشان مغلوب واحد جيت تاني. فحاب ندفع زاد على الزوم جيت تالت. وكان ممكن يجي الرابع. فالعملية لسه. كنت شايف كابتن كان سراميكا بيلعب وبينقل وفي تحليق عملية تحليق. بالزبط لا ما فيش ضغط على اللعيبة خالصة كابتن. لا معا كابتن بعد الثالث انت تعرف. بعد الثالث اللعيب مش شايف. برضو كابتن. لان سقفاتت شوفنا ماتشاط. كانت بتبقى في ثلاثة وفي فرقة بترجع. ممكن ترجع باشي. مش في اول موسم يا كابتن لسه بدنيا. طبعا لسه. لسه كابتن لا. لكن برضو. هل موكي المصري مختلف في المساعة الجيائية كابتن? نعم. مصر وكي مختلف في المشاعة الجيائية. باللعب اللي موجودة دي يا كابتن. لو معا شغل صح شوية كمان. ويهاب يحفزهم. مطبعا هيرجعوا بشكلهم. أفضل من كده بكتير. لان انا النهاردة. انا شاف الجيم وانصات الجيم. بس فيه السحوات. النسابة بتكتب على الشاشة. خادعة. السحوات اللي تحت بمش لو قدام. طيب. كنت عايز تقول حاجة عن بروض مصر في منطقة اللي مغارات البنك وفرقه؟ فيه الفريق النادر مصر من السنة اللي فاتت ليه قواعد أسس كده معينة في خط النص مثلا كان فيه هاريت شاوئي واسمه ولياسي الجلاصي ولياسي الجلاصي وكان جريندو بيبدأ على طول وجريندو على طول فأنا فجأت طبعا بتغيير ملاحظة لا أعملوا تغييرات نزلوا هيا العزمة ما بتدوش كما دايما بيبتدوا فدولا دولا من الاساسي في الفريق هو هوا من الاساسي بتاع الفريق انت معادهم واضح ان هو كمان مش مختنع بالجلاص على فكره نعقول لها ده لاب اه لان الجلاصي لو هو راجع وبص على الموسم اللي فات هو اللي كان بيلعب الفريق النادر مصر هو اللي كان بيحرك وهو كان معظم من الاهداف هو اللي عمل فيها السست يعني هل مباراة البنك الاهلي وفرقه فيها حاجة غير الهدفين كابتن الهدف الاول والهدف التعادل بالنسبة للماتش فرقه البنك الاهلي فيها خطأ رهيب من الاتنين الحراس بس اه اعتقد يعني بس تصريح ابو جمل قبلها بيوم ان انا افضل حرس مرمى يعني ما عرفش ما عرفش انا اومر اشوفه على فكرة عصب اوي كده اه 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 وكان مفهود كان يطرد من اليوم ده على فكرة لان كمان في بعض ال بعد الكورة بيبقى فيه تعدى على الفريق لو بصت في كازا كورا بعد ما بمساكها بتلاقي فيه مادية رجليه ممكن فيها انه ظهر على فكرة طرد كمان طب بس انا عايز اتكلم على خطأ بالزبط بعيد عن خطأ البنك الاهلي وخطأ فرقه وهو اسرار الفرقة كابتن ان اعايز تلعب من تحت بس برضو انا كا انا بديك حلول كمدير فني بس انت برضو بخبرتك كلاعيب لازم تبقى شايف انت فين واللعيب الخصم فين انا عشان والنهاردة انا ما عرفش الهدف الاولان الشيكة برضو هو المدافعين يعني المشكلة كابتن ايه ان طريقة اللعب هو الراجل ايه الخواجة بتاع مدير فني بتاع فاركو بيلعب على اساس كابتن اه تلاتة في خط الظهر ب فلات يعني بيلعب تلاتة فلات في خط الظهر لما بيلعب تلاتة فلات في خط الظهر اه لازم احضر من تحت بشرط ان يكون عندي حارس مرمى بمواصفات منصف كده بيعرف يلعب بلعب كويس اخذ بالك واضح ان شيكة طبعا بعيد وانا في رؤية الشخصي ان فاركو محتاجك حارس مرمى ضروري لان كان برضو فيه اخطاء لما كان صبح ما بلعبش كنت سنى اللي فاتت بيلعب شيكة بتظهر اخطاء كبيرة جدا في حراس المرمى مش عشان خلط الخطأ ان هذا لا اهو فيه اخطاء متكررة الشيكة في الحتة دي الحاجة التانية انا لما يكون معان ديش حارس مرمى بيشتغل بل رجل كويس ما ينفعش حضر في التمنتاشر لا يمكن الف به الكرة ما تحضرش في التمنتاشر حط الكرة في نص المرمى بالمنافس حارس المرمى هو العنصر الاساسي بحاجة زي كده يعني مهما كان حارس المرمى يعني زي كابتن شريف قال مهما كان انا ما اعتمدش على انه ممكن حارس المرمى ينقل معايا كورة هو منصف كان دا شريف كده الجمال ان قرب المسافة وانت بتلعب الكورة لعبدالله باكري عبدالله باكري يلعبها تاني لشيكة المهاجمين قريبين اوي 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 ابل شيكة خطأ عند باكري ابل شيكة انا بكلام عبدالله ملعب لشيكة لازم اشوف اهو مضغوطة لازم اشوف اهو خصف ان هو استلامها بشماله يعني حتى لما جيه بامبو مين كريم بامبو كريم بامبو يعني مثلا ما اطعهاش ورقص وعد لا دا تط لمسة واحدة جو ابو جبل مش احسن حارس في افريقيا السنة اللي فاتي تواخد عامل انجازاتك موسم مع المنتخب انما هل كورة ميتة وراحة برا انا لو جريت حلقت عليها بس كده هتطلع برا خطأ فرصية مش ما السهل سيبك ان ان فيها شك بلن ولا مش بلن هو معترض انها مش بلن قرار الخروج نفسه قرار الخروج بس حتى لو روحت انا بنزل من بهد وحلق من بهد كده بس ما تدنيش الفرصة ان يعني ما وصلش لالتحام وخبالك وبلعب في ديئة كامل يا كابتن 24 طب الخطأ الاختر من كده ايه انا بلعب في ديئة 95 ايه لا ادرجع للكرة لتحت اللي ما حطه كرة في نص ملعب المنافس واضغط من قدامه انتهينا وخلص الماتش طفق معا فدي برضو كانت محتاجة توجيه طيب اول بس يمكن اول الدور يمكن لسه لسه طيب نتعلم فاصل كابتن ونرجع يعني عندنا يعني مشات قوية بكرة يوم مميز في بداية المباراة للأهل والزمالك من خلال مباراتهم أمام سموحة طبعا نادي زمالك اللعب سموحة ايضا نادي الآله لعب الإسماعيلي مباراة قمة ومبيع لعب بيرامد هنتكلم طبعا على المباراة دي ان شاء الله من خلال كابتن مصر ولكن بعد الفاصل بعمر الله هيستهل فريء الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسل كولر مشواره في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بمواجهة قوية أمام فريء الإسماعيلي في ضربة البداية بالدوري وهيلتقي الأهلي مع فريء الإسماعيلي في الخامسة مساء يوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة وبيسعى فريء الأهلي ومدربه السويسري للفوز على فريء الإسماعيلي وتحقيق أول سلاس نقاط في ضربة البداية ببطولة الدوري الممتاز من أجل استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسمين لصالح الغريم التقليدي الزمالك وأعلن السويسري كولر قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز واللي هيغيب عنها الجنوب إفريقي بيرسيتاو عن القائمة رغم مشاركته في التدريبات مؤخرا بجانب استمرار غياب ياسر إبراهيم بالإضافة لعدمضم رامي ربيعة واللي لم يشارك في مبارتي أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري بسبب الإقاف وبياميل السويسري كولر لخوض مباراة الإسماعيلي بالتشكيل الأخيل لفريق الأهلي وللعب بمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بدون أي تغييرات جوهرية في تشكيل القلع الحمراء وكان الأهلي فاز على فريق الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسلاسية نظيفة وتأهل لدور المجموعات قبل ما يفوز في لقاء الزهاب بهدف نظيف في تونس في المقابل هيخوت فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني جريده المباراة بطموحات كبيرة فبيسعى للفوز على الأهلي بعد التدائمات الفنية هذا الموسم وضم أكثر من لاعب مميز على رأسهم باسم مرسي وصالح جمعة والتونسي الدولي حمد النقاز مما يجعل المباراة غاية في الندية والإصارة بين الفريقين ترجمة نانسي قنقر هيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحلة الدفاع اللقب الدوري بمواجهة صعبة أمام سموح السكندري في اللقاء اللي هيقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز وبيبحث الفارس الأبيض عن حصد النقاط الثلاثة وتحقيق العلامة الكاملة في افتتاحية مشواره في المسابقة المحلية الزمالك نجح في تعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال المركات والصيف الماضي فضم المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيم نداي والبنيني سامسون أكنولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمر السيسي ومحمد صبحي الزمالك هيدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعد ما بلغ الفريق منافسات دور المجموعات من بطول الدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فلمبو البروندي بنتيجة ستة واحد بمجموعة المبارتين البرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك حرص على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة للقاء وطالبهم بضرورة التركيز واستغلال كافة الفرص اللي هتمنح لهم من أجل التسجيل وفي الجانب الآخر هيبحث فريق سموحة عن تحقيق أولى مفاجآت الدوري بإسقاط بطل البطولة في آخر نسختين الفريق السكندري بقيادة طارق العشري استطاع أنه يبرم صفقات نارية خلال المركات المنصرم واستعد سموحة جيدة لمواجهة الزمالك فخاض الفريق أكتر من مواجهة ودية خلال فترة الإعداد اطمأن من خلالهم الجهاز الفني على حالة اللاعبين الفنية والبدنية سموحة هيعتمد أمام الزمالك على غلق المساحات واستغلال الكرات السبتة والهجمات المرتدة أملاً في الوصول لشباك الأبيض والعودة للقاهرة بالعلامة الكاملة وهيفتقد الفريق لخدمات الوافد الجديد جونيور أجيي بعدما تعرض لإصابة قوية بكسر خلال مواجهة ودية لفريقه مع القناة وبيتوقع أنه يعود للمباريات في ديسمبر القادم هنكمل مع حضراتكم بكرة ويمحلوا في كرة القادم المصرية خصوصاً لما يبقى كده يعني بداية الموسم لكل الفرق سواء بقى أنا بكنا من الزمالك والإسماعيلي وإمبي وبيراميدز وأكيد سموحة برضو يمحلوا في كرة القادم بالنسبة لهم ويمحلوا للجماهير إن شاء الله سواء بقى للأهل والزمالك كابتن جمال خليس أسألك بكرة بالنسبة ليه النادي الأهلي مباراة قوية وابداية قوية للإسماعيدي والأهلي وهي قمة ودايما قمة يعني إسماعيلي برضا وحظه وحيش بقى له كم سنة في الظروف اللي هو فيها إن هو يعني القرع بتقعه مع النادي الأهلي شايف البكرة المباراة تكون بداية عاما زين النادي الأهلي لعب ماتشين في الدور الأبطال وبالتالي رجله في الملعب إسماعيلي يضع طبع أول ماتش في الظل ظروف ممكن السنة فاتت كانت صعبة شوية طبعا النادي الأهلي الفترة السنين اللي فاتت مفيش بطولة صحيح وهو ممكن فيه دلوقتي استعداد بدني واستعداد زيني واستعداد فني فيه مدرب جديد فعنده الحافز إنه هو يقدم مباراة وهيسع ويكسب الإسماعيلي أنا أتمنى يعني طبعا إنه هو يرجع الإسماعيلي بتاع زمان فيه تدعمات حصلت في فريق الإسماعيلي شايف إن إن شاء الله تكون مباراة جيدة وعلى مستوى أيام من أيام زمان ونرجع أيام زمان في الإسماعيلي الكورة البرازيلية بتاع الإسماعيلي فأنا أعتقد إنها تبقى مباراة جيدة ومباراة على مستوى وأكيد هنتمتع بيها إن شاء الله إن شاء الله خيب برضو كابتن بدايات بالنسبة للفرقة الكبيرة هل بتفرق إنه أنت موسم الفات بتاعك وحش موسم يعني الأهلي برضو موسم يعتبر ليس بالجيد بالنسبة له الوضع بيبقى مختلف أكيد في بداية موسم آخر هو بداية بس كده أنا بشفق على الإسماعيلي وعلى سموحة إنه تكون بداية بتاعتهم قدام الأهل والزمالك مش عشان اسموهم الأهل والزمالك عشان الأهل والزمالك استعدوا كويس وخادوا مباراة رسمية كل فرقة لعبت على الأقل مباراتين رسمية فرقة مزوغين بس أنا بتكلم على بجنب الإسم الكبير لا كمان فيه تجهيز صح فعملوا استعدوا أفضل من سموحة وأفضل من الإسماعيلي وبالتالي الماتش يكون صعب جدا على الإسماعيلي دي جزئية جزئية التانية سؤالك الأهلي بالإمكانيات اللي عنده اشتغل للدوري من السنة اللي فاتت مش من دلوقتي براحة اللعبين في الأول هو خلاص أرى إنه بطولة الدوري راحت فنبدأ أشتغل إيه للدوري اللي جاي أم عمل إيه عمل بعد موسماني لما كان اشتغل على 13-14 لعيب بس طول الموسم أهلكهم فبالتالي بقى عندك في لعيبة مش قادرة توقف وإصابات كتير الحل الوحيد إيه إنه خلاص الدوري راح بلعب اللي موجود والباقي كله رايح وحافظ على لعبته حشان يبدأ الموسم على نظيف فالأهلي اشتغل الموسم ده من الموسم اللي فات دي جزئية الجزئية التانية جاب مدير فني كفء جدا الرغم إن كان لسه متعاقد بعد موسماني مع مدير الفني فهو أرى إنه مش الكوتش اللي يليق بالنادي الأهلي فجاب مدير فني تقيل واضح إنه بيعرف إيه الملعب بيركب التيم بشكل كويس خد بالك الأهلي التشكيل متوقع بكرة مع لولو محمود متولي محمد عبد المنعم وأكرم طفيق الخط دار ده بلعب بقاله ثلاث مطشين اللي فات وده الثالث نص المال عبد يانج وحمد فتحي اللعب المطش اللي فات طاهر محمد طاهر وسافيو وأحمد عبد القادر ثلاثة دول لعب المطش اللي فات واللي قابله محمد شريف لعب المطش اللي فات واللي قابله لعب شاد حسين هو ده التغيير الوحيد إذن الراجل بدأ يثبت التيم وبدأ يعرف التركيبة اللي هو عايزة ومش كده هو بس وعارف التغييرات بتاعته يعرف إن أفش هيحتاجه عرف يعني حسين الشحات هيحتاجه عرف إنه ممكن ننزل شاد حسين مطرح محمد شريف فبدأ يحفظ التركيبة وبالتالي بقى الأداء في الملعب شكله في التزان الحاجة التانية فيه سرعة في التحركات جوه الملعب إضافة كويسة جدا سافيو لسه ما بنش يخد بالك إنما عنده كرة عالية وعنده مهارة عالية مفتاح لعب كويس وبلاي ميكر زائد إنه بيشتغل سنتر فيه التاني في التمتاشر ممكن ما تشوفش أفشة في الفترة جاية بسبب موجود سافيو خاتنا وكتشوفه قطعة تغيير أنا سمع إنه هو كمان مش مقتنع بيقاوي آه بس هو الحد دلوقتي على أفشة بس هو الحد دلوقتي بشوفه قطعة يعني هو نزلوا مطرح سافيو الماتش اللي فات قدام النستيري آه دي ماتشات بكرة خمسة خمسة سابقة ساعة خمسة أنا مش عارف طبعا يعني فرقتين كبار بيلعبوا مع فرقتين كبار آه ولكن في نفس توقيت حاجة طبعا ممكن يكون فيه أمور ممكن بالنسبة للجميع ممكن للإزاعة آه آه فعايز أقول إن سافيو بيعمل شكل كويس بيشتغل سنتر فيه التاني خد بالك يعني تشوف في الماتش الأولاني كام كرة دخل السندوق العباء بنماف وجون وجوني طلحها في الماتش اللي كان فيه تونس وبالتالي هو بيزود له نحية الهجومية جوه السندوق أفشة بيشتغل من تحت بشكل كويس وبيقدر يعمل السروب بيوصل لجون بشكل كويس ده ميزة وده ميزة فهو ممكن بيشتغل أفشة كالقطع ضغير فالأهل السناني دي جاي بقوة إذا ملك جاي من قوة وبيحاول استمر على سورة هل شايف التشكيلة اللي احنا قلناها والكابتن قالها بالنسبة النادي الأهلي ممكن يحصل تغييرات يعني عمر السولية هل ممكن نشوفه نشتغل عمر السولية برضو ده ده أساسي المفروض على فكرة يعني أنا من ضمن اللعيبة اللي كان مفروض ان هو برضو بالسنة اللي فاتت لولا ان الأهلي ما خدش البطولة كان هيبقى من الأفضل لعيبة النادي الأهلي على فكرة وأفضل لعيبة مصر كمان لكن أنا شايف برضو ان هو كان حاسين ان هو كان السنة اللي فاتت عمل مجهود جبار ويعني ما خدش راحة كفاية فعلى اساس كده ان هو ممكن يكون بريحه لكن لازم يبقى موجود على فكرة هو وديانجي لان هو يعني صنع ألعاب كمان يعني اكتر من ديانجي كمان يعني ممكن يبقى هو تحت الفروضة وممكن يعمل خطورة على فريل السولية نادي الأهلي عنده وميزة في المنطقة دي الصراحة سواء بقى ديانجي حمدي فاتحي وسولية في حاجة مهمة بس عشان ما ننساش حمدي فاتحي بقاله كم ماتش من لما كان بلعب مع المنتخب هو بتشغل تنسل معه بشكل كواس جدا زائد انه بيعمل حاجة مهمة جدا وخصوصا في النادي الأهلي انه بشغل بيعمل التغطية في ظهر الباك الليفت معلول بشكل كواس جدا لما معلول اللي انا كنتم بتكلمها دلوقتي هالحسين السائل هو بيعمل دي فمعلول ما بشغلش باك الليفت معلول بشغل هافليفت ويأمن الراجل بي حمدي فاتحي ماشي ده معلول عنده وابدات برس بس مديله حريقة انا بتكلم في النقطة ايه انه وارد جدا معلول وصل لحد الايم مالحقاش يرجع يغطي تحت فبيعملها امين عنده عنده اللي قدر يعمل لا انا بقول وارد مرة من المرات مايرجعش لازم تكون انت مجهز اللي يرجع فحمدي فاتحي بيعملها في حاجة تانية حمدي فاتحي بيعملها بشكل كويس بخش السندوق بشغل بدماغه بشكل كويس جدا فانت عندها في الكور السابتة حمدي فاتحي ومحمد عبد المرحب بيجيب كل واحد بيجيبوا طيب انت كده المكان اللي باقي في لو انت هتشار بحمدي فاتحي لو دي وجهة نظر الراجل هيبقى باقي مكان في نص مرحب هل هيكون ديانج ولا سوريا؟ هو ديانج لا هو مختنع جدا بديانج ومحمد ديانج هو مختنع بديانج ومحمد فاتحي جدا يعني بدليل ان ده الماتش التاني عبد تولي بيبدأ بنفس الاتنين ده ممكن انا احنا ده تشكيل متوقع كابدا دايما اشف في خط الدفاع تخرج ياسر ابراهيم ورامي ربيع مش ممكن يحصل اي مشكلة في الملعب وبالتالي بقى محتاج عنده الحلول يا كابدا عندك حمد فاتحي ممكن بيجيب نوصل معه ممكن للعب في مساك اده حاجة عندك ديانج نفسه ممكن انشتغل بس انت الهدف مبارال انت راح تلعبها اي التالت نقاط وبالتالي انا بزود الناحة الهجومية عندي والبدال على ال لان متوقع ان 80% هجوم للاهلي و20% هجوم للإسماعيل مش كده وبالتالي انا الكفة الارجح لي وانا عايزة تلعب نقاط فان محتاج اوراق هجومية برا صحيح طيب مخصوص الزماليك بقى عشان برده وقتنا الاسف بيهنتهي السرعة الزماليك بكرة واول ماتش والحفاظ على اللقب يعني اكيد برده استقرار للجهاز الفني عاكس ممكن يكون ودين السموحة طرق كان موجود في طلاع ثم وجوده في السموحة السنائية ممكن كمان الصفقات الجديدة تتشتغل ازاي معنات زماليك بكرة كابتن في قول مباراته زماليك على فكرة يعني ما شاء الله الفريق تقريبا شبه متكامل يعني حتى كل اللعيبة دي هي اللي مستمر بيها بقاله فترة يعني ما بيغيرش الا في الحدود الدياقة المستوى يعني معظم المستوى اللعيبة كمان وصل لمرحلة علي اول عندهم ماتشات لعبوها فدي برضو هيبقى فيهم استعداد اكتر اللياقة بدنية افضل اللاقة زهنية اكتر السموحة انا ما اعتقدش ان هي هتقدر يعني في بداية فكابتن طارق عشو يستايل لعب كدا معين مع الفرق يجيلك خلينا بقائيين كابتن طارق هو مع حرش الحدود او طلع الجيش يعني دايما مميز في الفرقتين دول لكن مع فرق تانية انا اعتقد ان هو مغضع مختلف تماما يعني لو انت رجعت حتى لل هنشوف يعني اكيد برضو عشان تقربته مع المصري يعني لا لا مع المصري ومع كدا امبي يعني كدا فريق انا عايز اقولك اطرق العشو الموسم اللي فات ده الدور التاني افضل مدرب في مصر صح مع طلائق جيش ارجع كدا للتاريخ كله هتلاقي لكن مع الفرق التانية اللي اللي مسكها بتلاقيه عشان نحلله صح بس هو الناحد بيطبق الناحد دفاعية او الكمباكت دفاعي بشكل كويس جدا وقدر يوصل بطلع الجيش بيقدر يشغل عن مرتدة بشكل كويس جدا فانت في ظل امكنات فرقتك زي ما بيقول كده انا ماسك طلع الجيش ولا ماسك حرص الحدود فانا مش طالب اكتر من انا اقفل والشغل عن مرتدة ماتش بكرة هل ممكن يستخدم اكبر عدد مصفقات بكرة يعني ولكن عنده ابراهيم النضاي عنده شد في العم وبالتالي الاحتمال كبير ما يبدأش وحتى عمر السيسي ونفس الحكاية وبرضو عبدالله جمعة مصاب فانت تشكيل اللي بيلعبه الطبيعي هو بيلعب بحسام عبد المجيد والونش والمسلوس والفتوح وبيلعب هيرجع امام عشوره النهاردة مطرح روقة وهيلعب زكريا الوردي وسيد نمار وفيه جرأة انه يدفع يوسف وثامة نبيه مطرح ابراهيم النضاي بيلعب جزيري وبيعمل حاجة كويسة جدا في وجود يوسف وثامة بيد حرية اليوسف وثامة والجزير اتنين وبيد حرية لزيزو يشتغل في الملعب تحت الناس ممكن اسألك سؤالك لانه وقت انتهى ليه بمصر على وجود المسلوسي بطريقة الثلاثة دي كتا؟ من وجهة نظرت كمدير فاني؟ ان المسلوسي لما بتلعب بثلاثة انطلاقات فتوح انت لازم واحد من الاثنين بس اللي بيزيق فلما يبقى عندك المسلوسي وفتوح لا القدرات البدنية والفنية للمسلوسي السبات القدرات الفنية والبدنية الفتوح لانطلاقات فانا بقدى الحرية لفتوح وهنا عندي من ناحة التانية بيشتغل نمار قدام مين المسلولي فمش محتاج المسلوسي يزيد لا انا محتاجه يزيد في نص الملعب بس يزيد في نص الملعب ويبقى وقف عندك سام عبد المجيد والوينش وطاير نمار وفتوح ويخش المسلوسي يقفل لنص الملعب بس مش اكتر وبدى هو بدى عمله ماتشين عامل حاجة كويسة جدا زيزو مبلعش في الطرف بس بتلاقي الطرف في القلب تحت الفروت بالشغل بدى يوظف زيزو المكان الصح بتاعه انا كتير كنت اقول زيزو حتى في المنتخب لو هنا فاكر كنا هنا وقلت في نهاية ماتش السنغال قلت لازم زيزو انزل ويبقى عنده حرية شغل تحت الحرية بكر ان شاء الله نستمتع بمباريات الدولة المتازة من خلال قمة موجودة دائما موجودة هي الإسماعيلي والاهلي وايضا زمالك وسموحة ومبي وبيرميز بكرة ان شاء الله هنكون معاكم وتفاصيل وأمور خاصة بالتحليل الفني مع انجمنا ان شاء الله كابتال رد عبدالعال كابتال محمود عبدالداب ولكن هيكون زميدي اسلام صادق معكم بكرة ان شاء الله شكرا